كمان النادي الأهلي النهاردة بينهي استعداده لمواجهة الاتحاد السكندري بكرة في الدوري الممتاز ونادي الأهلي إن شاء الله جاهز برغم الغيابات الكتير جدا اللي بتعرض لها الفريق والأصابات طبعاً بتعرض لها الفريق هنناقش الكلام ده كله وأخبار تانية كتير خلال حلقاتنا النهاردة دفنا النهاردة الأستاذ محمد الدردير الناقد الرياضي بوكالة أنباء الشرق الأوسط وأكيد هستنى مشاركتكم من خلال صفحتنا على الفيسبوك وتويتر وإنستجرام نروح سريعاً بقى لأهم العنوان الخطيب يشكل لجنة للرد على تقرير وزارة الرياضة الأهلي يواجه الوصل الإماراتي والزمالك مع الاتحاد والإسماعيلي مع الوداد عربياً يوسف نحترم الوصل ومواجهته لن تكون سهلة على الأهلي الأهلي جاهز من مواجهة الاتحاد غداً برغم الغيابات كارترون يعلن قائمة الأهلي لمباراة الاتحاد بعد نهاية الميران المسائي موسيقى الاختبار الطبي يحسن موعد عودة ساعدة سمير لتدريبات الأهلي موسيقى اتحاد الكرة يخاطب المحترفين للانضمام للمنتخب موسيقى البداية دايماً بتكون بأهمة منشطات الجرائد عن النيدي الأهلي موسيقى الأهلي الأهرام الأول الأهرام القلق يسيطر على الجهاز الفني للأهلي قبل إيابه فقصة طيف موسيقى جهود طبية مكثفة لتجهيز ساعد سمير وغضب من سلوك أزاره أخبار اليوم الأهلي يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة الاتحاد وكارترون يجري تغييرات في التشكيل الوطن تعديلات في الأهلي أمام زعيم الثغر وكارترون يطالب مكافآت إفريقية تجهيز إريان وحمدي للشواكيش وأزاره لا إقتطبياً للمشاركة أمام الاتحاد الشروق الأهلي يرفض إسناد مبارياته في الدوري لحكام شمال أفريقيا أنه يوافق على خوض بعض المباريات بحكام مصرين واتحاد الكرة يتعهد بتوفير حكام من أوروبا في بعض المباريات الإدارة القانونية تتحرك لحوض حق النادي في ملف الكوليباري بعد اقتربه من المشاركة مع بارتك تسول الإسكتلاندين اليوم السابع الأهلي يحدد قائمة الراحليين في الصيف اللي عمون يوقعون على اللائحة الجديدة الأحمر يضع شرط التراجع عن طلب حكام أوروبئيين والفريق يدخل معسكر استعداداً للاتحاد الأخبار المساء ارتياح في الأهلي بعد سقق البراءة اجتماع عاجل للرد على ملاحظات لجنة الشباب والفريق جاهز للاتحاد نروح معاكم سريعاً لتفاصيل أهم الأخبار ونبتديها مع الأهرام الأهرام قالت أنه بتسود حالة من القلق داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكورة القدم في النادي الأهلي بسبب طبعاً احتمال غياب سعد سامير عن اللقاء القادم لقاء فقص طيف الجزائري المقرر ليه يوم 23 أكتوبر الحالي في الجزائر في إياب نصف نهائي دوري الأبطال وبيبدل الجهاز الطبي من اليوم جهود كبيرة لتجهيز سعد سامير لمباراة الإياب خاصة أنه بات خارج الحسابات الفنية في مواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها بكرا إن شاء الله ثم الترسانة في كاس مصر المقرر لها يوم الأربع اللي جاي على جانب آخر تلقى الجهاز الفني شكاوى من ثلاث لعيبة بسبب تعامل المهاجم وليد أزارو جوه الملعب بطريقة غير لائقة وبتحدد بطريقة غير لائقة بجانب اهداره للفرص بشكل مبالغ فيه وطبعاً ده ظهر أو بيظهر عدم تركيزه مع الفريق والمقرر أنه هيكون فيه جلسة مع باتريس كارتيرون المدير الفني مع وليد أزارو خلال الساعات اللي جاي إن شاء الله وقبل سفره للمغرب عشان يزيل الأزمات الموجودة دي خاصة طبعاً للنادي الأهلي على أعتاب منافسات مهمة جداً بتحتاج لكل الكهود كمان الوطن قالت إن طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي سرعة صرف المكافآت للصعود لدور قبل نهاي من بطول الدوري أبطال أفريقيا للعيبة خلال الفترة اللي جاي إن شاء الله أو كمان الفترة الجارية عشان يحفزوا اللعيبة خلال الفترة اللي جاي ويحفزوا على تركيزهم جوه الملعب لاستكمال مشوار البطولة بشكل جيد واستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا خصهم طبعاً بعد الفوزة على فريق فاق صطيف الجزائري بهدفين في ذهاب الدور نص النهائي والاقتراب من الصعود لنهائي البطولة للعام التاني على التواري بدأ أعضاء الجهاز الفني في تجهيز التنائي أحمد ياسر ريان المهاجم الشاب وأحمد حمدي للمشاركة في مباراة الترسانة اللي جاية إن شاء الله في كاس مصر فضل انضمام الثلاثي وريد أزارو للمنتخب المغربي ومروان محسن وصلاح محسن للمنتخب الوطني واتكلم المدير الفني مع التنائي بالشكل الخاص عشان يقدروا يستغلوا فرصة المشاركة في مباريات الكاس عشان يحطوا بصمة مع الفريق ويثبتوا وجودهم في التشكيل الأساسي خلال الفترة اللي جاية كمان الشروق قالت إن تحركت الإدارة القانونية في النادي الأهلي في ملف الآيفاري الهارب سليماني كوليبالي بعدما أعلن نادي فارتكس تاسل الإسكتلاندي حصوله على بطاقة مؤقتة لللعب وأرسل النادي خطاب للاتحاد لطبع مخضط الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا للاستفسار عن حقيقة إصدار بطاقة مؤقتة لللعب وطبعا اللعب لسه عليه غرامة في حالة حدوث دال حقاية النادي الأهلي بعدما هرب طبعا من النادي الأهلي من فترة كمان اليوم السابع قال أن في أو أن لجنة الكورة في النادي الأهلي هتعمل جلسة حاسمة مع فاترس كارترون عشان يحدد احتياجات الفريق خلال فترة المركات والشتوي اللي جاي إن شاء الله بالإضافة لاتخاذ رأي نهائي في مسألة رحيل بعض اللعيبة وفي سياق مغير ووقع لعيبة النادي الأهلي على ليحة في تجديد بدي تتضمنت قيمة الممنوعات واللي هيتم فرض عقوبات مالية على من يقدم على أي فعل منها وأبرزها كان الغياب عن التدريب من غير إذن ولعب كرة القدم بعيدا عن النادي والمنتخبات الوطنية والإساءة للجهاز الفني وللزملاء والجماهير ومجلس الإدارة والتصريحات الإعلامية دون الحصول على إذن مسبق من مدير الكورة الأخبار المسائي كمان قال سادة حيلة من الارتياح في النادي الأهلي بعد حصول النادي على تقارير لجنة وزارة الشباب والرياضة واللي أثبتت أن الأموال التي تلقاها النادي من تركيا الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية تم دخولها في حسابات وخزينة النادي الأهلي بشكل رسمي حتى الهدايا العينية الأثير طبعا عليها جدل كبير أكدت مصادر من جوه النادي لأهلي أنها مثبتة في الحصر وبيستعاد مجلس الإدارة لعقد اجتماع لبحث الملاحظات واللي كشفتها لجنة حصر الأموال من الشباب والرياضة وبعد كده هيقوم المجلس بالدرس في الملاحظات دي بالكامل وهيجهز رد وافي على كل الملاحظات الـ 22 اللي أرسلتها اللجنة وكمان المجلس هيعمل تشكيل لجنة قانونية خاصة لإنجاز ملف الملف نحن نتكلم عليه وبعد كده هيسلوا الرد لوزارة الشباب والرياضة دي نتيحن نشوف معاكم مواقع الانترنت قالت ايه عن ميدي الأهلي الموقع رسمي للنادي الأهلي الخطيبي وشك اللجنة للرد على تقرير وزارة الرياضة الموقع رسمي للنادي الأهلي الأهلي مع الوصل الإماراتي في دور 16 لبطولة كاسديند الوطن محمد يوسف نحترم الوصل ومواجهته لن تكون سهلة على الأهلي الشروق كارتيرون يعلم قيمة الأهلي لمواجهة الاتحاد بعد نهاية الميران المسائي وانتري محمد يوسف الاتحاد لديه دفع نفسية قوية لكننا سنواصل الانتصارات الأهلي يعلن موعد عودة محمد نجيب للتدريبات ديتو علي معلول يبدأ تنفيذ برنامج علاج طبيعي في الأهلي البوابة سبورت الأهلي يضم ودافعكم حمادة لمدة خمس مواصل بوابة أخبار اليوم الأهلي يحدد موعد عودة نجيب المصر اليوم الاختبار الطبي يحسن موعد عودة سعد سمير للتدريبات الأهلي نروح معيكو دلوقتي لتفاصيل أهم المنشتات التي استعرضناها منذ قليل ونبتدي مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي الذي قال قرر كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تشكيل لجنة بتضم كل من العمري فاروق نقاب رئيس النادي وخالد الدرندالي أمين الصندوق وعماد حلمي المدير المالي والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة ومحمد فتح المشرف العام على الشؤون القانونية وده عشان دراسة التقرير اللي اتلقته إدارة النادي الأهلي من وزارة الشباب والرياضة يوم الأربع اللي فات وتضمن بعض المخالفات المالية وهتعمل بعد كده اللجنة بحث كافة الأمور وإعادة طبعا إعادة الرد مرة تانية بالمستندات القانونية والعرض على رئيس النادي خلال الأيام القليلة القادمة قبل مخطبة وزارة الشباب والرياضة بالرد النهائي ونظرا لأن المخالفات المالية الواردة في تقرير وزارة الشباب والرياضة جمعها جاءت خلال السنوات الأربع واللي سبقت تولي مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي المسئولية 30 نوفمبر اللي فات فده خلى كابتن محمود الخطيم يطلب من اللجنة المشار إليها التنسيق والتواصل مع كامل زاهر أمين الصندوق السابق لبحث المواقف وإطلاعوا على موارد في تقرير وزارة الشباب والرياضة والرد عليها وده اللي ترجمه خالد الدرندالي خلال الساعات اللي فاتت بالاتصال مع كامل زاهر للتشاور معاه في هذا الشأن كمان الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال أن أرعد دور 16 لبطولة كاس دايد للأندية الأبطال البطولة العربية أجريت اليوم في السعودية وأصفرت عن مواجهة النادي الأهلي لفريق الوصل الإماراتي وعلى أن تقام مباراة من الذهاب ما بين الفريقين في القاهرة ومباراة العودة هتكون في الإمارات كمان الوطن سبورت قالت أن محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة في النادي الأهلي اتكلم عن مواجهة الوصل الإماراتي في دور 16 في بطولة كاس زايد للأندية العربية الأفطال أو البطولة العربية قال يوسف لدينا مواجهة صعبة أمام الوصل الذي يعد أحد أكبر الفرق في الإمارات وسنستعد لهذا الدور بكل قوة لاستكمال مشوار المنافسة في البطولة العربية لسم كاملين معيكو أخبار النادي الأهلي من على مواقع الانترنت وبنوصل للشروق الشروق قالت أن الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بيؤدي مساء اليوم على ملعب التتش تمرين واستعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري ولا تقام بكرا إن شاء الله على السادة السلام في إطار مواجهات الدوري العام وبعد نهاية التمرين النهاردة هيعلن الفرنسي باترس كارتيرون عن قيمة الفريق التي تدخل في معسكر مغلق كمان وان تري قالت أن محمد يصف المدرب العام والقائم بعمل مدير الكرة في الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي أكد على أهمية مباراة الاتحاد السكندري وصحوبتها في نفس الوقت وقال يوسف أن فريق الاتحاد يملك عناصر مميزة من اللعيبة وطبعا بيقدوا بشكل كويس جدا من بداية الموسم الحالي كمان الوطن سفورت قال أن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي حدد معاد مبدئي لرجوع محمد نجيب مدافع الفريق للمشاركة في التمرين الجماعي بعد خوده للبرنامج العلاجي والتأهلي اللي بيغضع عليه منذ إجراءه لعملية جراحية في الرجبة وحدد الجهاز الطبي 3 أسابيع معاد لظهور نجيب في التمرين الجماعي على أن يكون قد أنهى تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهلي بشكل كامل وبينضمننا دلوقتي عبر الهاتف أحمد كيوان مرسل قناة النادي الأهلي من تنريب النادي الأهلي الأخير استعددا لمواجهة الاتحاد السكندري بكرة إن شاء الله مساء الخير عليك يا أحمد مساء الخير الشيما ومساء الخير على كل مكشاهد ومكباشة شكامل أهلي في كل مكان أكيد عايز أعرف منك آخر استعدادات النادي الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري بكرة إن شاء الله نادي الأهلي وصاد الاتحاد السكندري أكيد نحن موجودين قمرة النادي الأهلي دائما تتبع كواليس تبريب النادي الأهلي أمران الأخير قبل مواجهات الاتحاد الفئة اللي بدأ منذ دقائق مفاركة عدد كبير من اللاعبين يمكن أن أكلمك على بعض الغيابات لكن نبدأ من نواحي تنميها بدأ التمرين بشكل يعني ما يجري حوالي الملعب وبعد كده يقرأ حالي أن شاء الله دائما من إحماء من عدد كبير من اللاعبين ومشاركة كل اللاعبين اللي فرقناة المحلية والإفضوحية والعربية أما الغيابات فبيجيب حارس ندلع الأول عن التمرين يعني حسب موارد عيلين أنه هو عدد في مشكلة في عينه وفي حاجة طلعت في عين كده خاد كادمة لحد الآن لنسا برضو نتعرف على النوع الأصابي التحديد لكن هو بيغيب عن التمرين وأعتقد ممكن ما يكونش مشارك في عقائمة الاتحاد الغدل أما بالنسبة لساعد سمير ورساعد سمير لنسا هيدخل التمرين لكن تمرين بشكل رئيسي وتمرين فرعي بيستكمل علاجه طبعا السلية ناسه لك أنا بيحب أن تضمن عليه هو طبعا بيشارك في التدريبات البدنية والفنية جزءا بجزء كذلك مويد الجابر بيشارك في التمرين في الجزء البدني بيغيب صلاح مخصن عشان طبعا عنده شهد فيه الأمامية وكذلك حسام عشون اللي شد في عضلات البطن اللي تعملوا غلصات استشفائية هذا المرسل المحطة من المع Elleيضان لا أعلم بالشفاء لأنه عنده من من الدرجة الثانية معه يعني ما يقرب من شهر ونص لكن الشيناوه هو ده يعني يمكن اللي فتا يتفاجئنا به داخل التدريب عن يوم إن حانس الفريق الأول محمد الشيناوهة بنور الشفاء يجيب عن التمرين لسبب صحي عنده حاجة في عينه هل تأكد زي ما قلت لك دمينة الشيما من نوع الإصابة بعد التمرين هو عن نتعرف على قائمة الفريق لكن ده أهم التفاصيل اللي بدأت مع ميرانا في فريق الثلام وأعتقد هل يكون قريب بعد هذا الميران إذا أبو عذكر قديم ددا من أحد الفنادق القديمة من الملعب السلام لمواجهة نادي الاتحاد السكندري في مصابقة الدوري العام أحمد كيوان هنحاول نكلمك إن شاء الله بعد نهاية التدريب النهاردة عشان نعرف منك أكتر عن القائمة اللي هيواجه بيها النادي الأهلي الاتحاد السكندري غدا إن شاء الله في الدوري المصري نرجع نكمل معاكم أهم الأخبار اللي تقلت عن النادي الأهلي في مواقع الامتلناتو بنوصل لموقع فيتو اللي قال إن علي معلول لعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي هيبدأ تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي النهاردة ستبت بعد تتعرضه طبعا لمزقف العضلة الضمة خلال مشاركته في مبارات وفاق سطيف الجزائري واللي أقيمت على استاد السلام في دهاب نص نهائي دوري أبطال أفريقيا حصل علي معلول على راحة وفقا لتعليمات طبيب النادي الأهلي بعد انتهاء مبارات وفاق سطيف وهيبدأ إن شاء الله اعتبارا من النهاردة تنفيذ برنامج علاجي البوابة سبورت قالت إن النادي الأهلي تعاقد مع عبد الرحمن رجب الشهير بفلافلي مدافع كوم حمادة لمدة خمس مواسم وجاء تعاقد مسؤولين النادي الأهلي مع اللعب بعد ما تم ترشيحه من علاء ميهوب وعضو اللجنة الفنية في النادي الأهلي واللي أعجب جدا بإمكانيات اللعب وأنا محمد فضل مدير التعاقدات في النادي الأهلي إجراءات إتمام الصفقة مع نادي كوم حمادة عشان يكون اللعب صاحب الواحد وعشرين سنة لاعب في صفوف النادي الأهلي كمان المصري اليوم قال إن سعد سمير لعب النادي الأهلي بيخضع لاختبار تنبي النهاردة على هامش تمرين الفريق الأخير اللي هيقام على ملعب التيتش أو اللي فعلا موجود دلوقتي على ملعب التيتش استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري مكرا في إطار مباريات الدوري العام وعلى دول الاختبار الطبي هتتحدد فرصة سعد سمير في التواجد في التمرين الجماعي النهاردة أو تأجيل دوره لمدة 24 ساعة ترجمة نانسي قنقر مشاهدين معنا دلوقتي مع فوصل سريع ونرجع نكمل معيكم بايد فقارتنا في كلام في الميديا خليكم معنا رجعنا سريع النساء مكملين معيكم فقارتنا في كلام في الميديا ونوصل معيكم دلوقتي لفقرة أخبارنا المحلية والأخبار العالمية وكمان أخبار محترفين في الخارج اليوم السابع وزارة الرياضة تمنح اتحاد الكرة مهل الثلاثين يوم للرد على تقارير المخالفات كرة اتحاد الكرة يشكل لجنة للرد على تقارير الثلاثر مخالفة الفجر اتحاد الكرة يخاطب المحترفين للانضمام للمنتخب اليوم السابع جير يطلب ودية سوبر للفراعنة قبل مواجهة تونس بتصفيات أمم أفريقيا سوبر كرة المنتخب صلاح محسن يحتاج تأهيل عشر تيام وتضاء الفرص لحاقب مباراة السوازيلاند الأخبار المسائي الفراعنة على موعد مع أولمبياد الشباب سبعة وستين محارب مصري يتنافسون على حصد ألقاب تلاتة وعشرين لعبا في الجول لأرعة البطولة العربية مواجهة قوية للإسماعي الزمالك يصطدم بالاتحاد والأهل للإمارات البوابة نيوز ملعب هزع بن زايد يصطديف نهاء البطولة العربية للأندية الشروق مباراة استعراضية بين أساطير العرب على هامش نهائي كاس زايد الأهرام المسائي صفقات سرية في الإسماعيلي عثماني يعرض القائمة ويؤكد بيع المتولي وبامبو والوحش فييرا يرفض التدخل في صلاحياته ويبدأ الإصلاح في الكاس اليوم السابع فييرا يرفض رحيل الحضري عن الإسماعيلي المدرب البرازيلي يطالب السد العالي بإغلاق صفحة الرحيل ويطلب تسجيلات للدرويش الوطن سبورت بيدروي طالب الإسماعيلي بمستحقاته المالية المتأخرة الأهرام نصائح بريطانية بالصبر على صلاح في أزمةه الحالية وسأل الإعلام ليفر بول في حاجة نسى له والإصابة حرب الجوائز وراء تراجع مستوى الوطن صلاح أساسي أمام منشستر سيتي في رحلة البحث عن العودة البوابة سبورت الإعلامي أو الإعلام التركي يتغنى بالترزيجي بعد تقلق أمام جوت تاسبي صدى البلد ترزيجي يحقق اقتلق أرقام قياسية مع قاسم باشا أمام جوت تابي بوابة أخبار اليوم تجميد نشاط كوروة القدم في سيراليون بسبب تأدخل الحكومة البي بي سي رونالدو جهز للمباراة المقبلة أمام أورنيزي يورو سبورت نيمار يسرق صفقة برشلونة ويحولها لفريس ترجمة نانسي قنقر قبل أن نروح معاكم لتفاصيل أهم الأخبار المحلية والعالمية وكمان تفاصيل أخبار محترفين في الخارج عايز أقولكم أن إصابة محمد الشناوي اللي كنا نتكلم عنها منذ قليل مع زميلنا أحمد كيوان من أستاذة تيتش اللي طبعا منعته نهاردة عن التدليب هي التهابات في العين ألف سلامة طبعا عليك يا شناوي وده اللي أكده لنا ورسلنا أحمد كيوان عبر الهاتف منذ قليل نروح بقى لتفاصيل أهم الأخبار ونتديها من اليوم السابع اللي قال إن وزارة الرياضة منحت مجلس إدارة اتحاد الكورة مغلة 30 يوم للرد على تقرير المخالفات اللي وصلت للجبلية مؤخرة بعد انتهاء لجنة مختصة من الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات من التفتيش على اتحاد الكورة تلقى اتحاد الكورة تقرير من وزارة الرياضة بيتضمن 16 مخالفة على الجبلية موقع كورة قال إن اتحاد الكورة شكل لجنة قانونية لإعادة الرد على وزارة الرياضة بشأن المخالفات المالية والإدارية واللي تم رصدها هاني أبو الريدة رئيس اتحاد الكورة قال إن اللجنة التابعة للوزارة تم تشكيلها في الأساس مناء على طلب الاتحاد لإثبات سلامة موقفه بعد الاتهامات الكتيرة لطولة الرجال الجبلية بعد المشاركة السلبية في مونديادروسي 2018 للفجر اللي بيقول الاتحاد المصري لكورة القدم برئاسة هاني أبو الريدة بعت خطاب رسمي للأندية الخارجية لإثار اللعيبة المنضمين لصفوف المنتخب الوطني الأول قبل انطلاق المعسكر الخاص بالفرعنة استعدادا طبعا لموقعة سوازيلند في التصفيات الأفريقية وحد المسؤولين الجبلية يوم 7 من الشهر الجاري يوم 7 أكتوبر مع عيد الحضور كل المحترفين وهيبدأ المعسكر إن شاء الله يوم 8 أكتوبر اليوم السابع قالت إن خفيار أجاري المدير الفني للمنتخب استفسر من اتحاد الكورة عن إمكانية إقامة مباراة دية في نوفمبر اللي جاي وتحديدا في الفترة من 12 لحد 20 من النفس الشهر قبل مواجهة تونس في الجولة الخمسة في تصفيات أمم أفريقيا 2019 أجاري شايف إن من الأفضل خدوة دية مع منتخب أفريقي من أصحاب طبعا التصنيف المتقدم قبل مواجهة تونس متصدر المجموعة خصوصا وأن مواجهة نايجر وسوازيلاند مش كافية لاكتشاف سلبيات المنتخب الوطني سوفر كورة قالت إن هاني رمزي مدرب المنتخب قال إن صلاح محسن لاعب نادي الأهلي بيعاني من شد وإجهاد من الدرجة الأولى ومحتاج لفترة تأهيل ما تقلش عن 10 تيام وده اللي هيصعب من فرص تواجده في مباراة سوازيلاند الأولى في القاهرة المقارنة ليها إن شاء الله يوم 12 أكتوبر في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكاس الأغم الأفريقية 2019 في الكاميرون رمزي أكد إن صلاح محسن هيخضع لكشف طب يوم الاثنين في معسكر المنتخب تحت إشراف طبيب الفرعنة محمد أبو العلا وبعدها يتم تحديد موقفه النهائي باستمراره أو استبعاده من المعسكر للأخبار المسائي كمان قال بتنطلق النهاردة فعليات دورة الألعاب الأولمبية الصائفية للشباب في مدينة بوينس آيرس في الأرجنتين في الفترة من 6 أكتوبر النهاردة لحد 18 أكتوبر بمشاركة حوالي 4000 رياضي ورياضية جم من 206 دولة مشاركة في المنافسات في 32 رياضة وبتشارك مصر خلال دورة الألعاب الأولمبية في الصيف ده أول حالية ببعثة مكونة من 67 لعب ولعبة وبوقع 39 لعب و28 لعبة بيت نفسه على منافسات 23 لعبة فقط وبيترقص البعثة المصري في الأرجنتين عبد العزيز غنيم أمين عام مساعد اللجنة الأولمبية وأسامة صادق محمد مدير إدارة العلاقات العامة في اللجنة الأولمبية وخالد محمد حسن المدير المالي للجنة وإناس حسين رئيس قسم الشؤون الدولية في البول كمان قالت أن قرعت دور تمنى النهائي للبطولة العربية أصفرت عن مواجهات قوية هيقابل نادي أزمالك والاتحاد السكندري فيما هيكون على الإسماعيل أن هو يواجه الرجاجة البيضاوي المغربي في البطولة التي تشهد طبعا مباراة قوية تانية بعيدا عن الأندية المصرية أبرزها ما بين الوداد البيضاوي المغربي والنجم استحالي التونسي وبين النصر السعودي ومولدية الجزائر كمان الوطن سبورت قالت أن البرتغالي بيدرو المدير الفني سابق للإسماعيل طلب من إدارة النادي منحوا مستحقاته الملاء المتأخرة التي لم يتحصل عليها منذ رحيله من النادي مصدر مقرب من المدرب البرتغالي أكد عدم وصول رد من النادي وأنه تم تجهوله بشكل غريب ومؤسف على حد تعبيره كمان الوطن قال أنه بيلتقي بكرة الحد لفيربول ومانشستر سيتي على ملعب الأنفرد عود ضمن مباريات الجولة التامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز وبتصدر نادي لفيربول ومانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز أو الفامير ليج برصية 19 نقطة لكل فريق مع تفوق في فرق الأهداف لمنشستر سيتي جاء التشكيل المتوقع للقاء كالآتي أليسون وروبرتسون وفيرجل فاندك جوميز أليكساندر أرنلد فنالدم جوردن هندرسون وجيمس ميلنر وستادي يوماني وروبرت وفرمينو ومحمد صلاح مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية تقارتنا في كلام في الميديا خليكم معينا هنبتدي مع رانيا علواني دكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي نشرت على الانستجرام صورة من ممتدى الحركة الأولمبية في الأرجنتين وكتبت 16 سنة من بداية الترشيحي في اللجنة الأولمبية نيدو جابر لعب النادي الأهلي نشرت صورة للفريق على الانستجرام وكتب وفي يوم هتقع ويكون كل الناس ضدك لكن هتقوم أقوى من تاني بصوت أنا الأهلي كابتن واقل جمعة صخر الدفاع النادي الأهلي السابق كتب بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد الصباح الخير صباح النصر كل سنة ومصر طيبة ومحفوظة من كل شر ويا رب في أمان وأمن اليوم الدين كمان كتب الإعلامي إبراهيم المنيسي على تويتر افتكرت كنا في أول أو في أول ابتدائي لما رحنا المدرسة الصبح وشوية وقالوا الحرب قامت لم نكن هناك أو لم نكن هناك في أسيوت ندري شيئا لكن بعد كم ساعة جاء أنا نبأ استشهاد ابن عم الشهيد أحمد علي في الإسماعيلية ألف رحمة ونور على شهداء الوطن الأبرار وتعيش يا بلدي كمان نشر كابتن فكري صالح صورة باللبس العسكري على تويتر وكتب في ذكرى رد الكرامة والشرف العسكري والانتصار بروح أكتوبر العظيم الحمد لله دائما وأبدا نروح لمحترفين في الخارج نبتدي مع محمود فايز المدرب العام السابق للمنتخب الوطني الأول واللي كتب على تويتر والله العظيم أبو صلاح أي حد أجنبي بيقابلني برا مصر وبيعرف أن مصري أغلب الكلمات اللي بيكررها الأهرامات والفرعنة وصلاح أنت فخر لنا كلنا ووراك في كل وقت وأي مكان كمان نشرت استفحة رسمية لنادي قاسم باشا التركي على تويتر سورة للترزيجي واللي أحرز هدفه وصنع هدفين في فوز فريقه أمبارح ثلاثة واحد في الدوري التركي وكتبت توهج هدف واثنين أسست كمان نشرت ونشر رمضان صبحي لعب هدرس فيلتاون الإنجليزي سورة من المطار وهو في طريقه لمصر ومحمد النيني كمان لعب أرسنل الإنجليزي نشر صورة على الانستجرام وكتب بعد فوز الجانرز على كارباك أجدام في الدوري الأوروبي 3-0 ثلاثة نقاط أحسنتم وأداء مميز كمان أمري مدرب الأرسنل كتب على تويتر عمل عظيم ولكننا ندرك أن مباراة الأحد في ملعب كرافن كوريج أمام فوهم قاب قوسين أو أدنى دائما معا على مين كمان نشر سرخ راموس قادريال مدريد لأسبانيا على تويتر فيديو وكتب عندما يصبح الطريق صعب ادفع بقوة جاهز للغد تعالوا ونحن نشوف الفيديو كمان نشرت صفحة في الجول على تويتر صورة بتجمع النجوم هازرد ونعضو صلاح وميسي وكويزمن وكتبت الطريق للأفضل هذا الموسم سيكون صعب للغاية هازرد بأداء رهيب وليو كالعادة عظيم والباقي يبحثون عن أنفسهم برأيك من الأفضل حتى الآن كمان أبرزت صفحة نادي برسلونا فوز هدف نجم الفريق إيفان راكيتش في مارمو بجيزة أفضل هدف الجولة التانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا كمان نشرت صفحة بلاتش فوتبول على الفيسبوك صورة للأسباني أندريا نياستا قائد برسلونا السابق وكتبت من 22 عام نضم نياستا لناشئين برسلونا وبدأ رسم طريقه الأسطوري أخيرا نشر كيرين بابي لعب باريسان جرمان فيديو على انستجرام مع ابن أخوه تعالوا نروح نشوف الفيديو مشاهدينا في واصل سريع ونرجع نستقبل ضفن نهاردة الأستاذ محمد الدردير الناقض الرياضي في وكالة عنباء الشرق الأوسط رجعنا سريعا نسم كاملين معاكو في قراتنا في كلام في الميديا ونسم كاملين معاكو برضو أهم الأخبار العالمية وأخبار محترفين في الخارج ونوصل لصدر البلد اللي قال إن حقق قاسم باشا التركي الفوز على جوز تيفي بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف واحد في ليلة شهد التقلق المحترف المصري تزيجي محقق ثلاث أرقام قياسية سجل هدف وصنع هدفين لزميلو سامل إلك وكمان تريزيجي كان اللعب الأكتر تصويبا على المرمى المنافس برصيد أربع تزديدات متساوي مع زمنيليو سامل وقدر أنه يتمم أربع مروغات النكحة وده الرقم اللي ما حققوش أي لعب من الفريقين ومنح محمود حسن تريزيجي فريق قاسم باشا خمس ركنيات خلال اللقاء كمان بوابة أخبار اليوم قالت أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أنه وقف سيراليون عن المشاركة في منافسات كرة القدم العالمية بسبب التدخل المسؤوم من جانب حكومتها في إدارة شؤون اللعبة بإقالة مسؤولين في الاتحاد السيراليوني أو سيراليوني عفوا لكرة القدم بينهم الرئيس إيشا يوهانسن وإرسال الفيفا خطاب رسمي لوزير الرياضة السيراليوني أعرب في الفيفا عن قلق والبالغ بشأن قالت رئيس اتحاد الكرة إيشا يوهانسن والسكرتير العام كريستوفر كامارا كمان قالت الفيفا في بيان التجميد الخاص اللي بعثته أنه يتم رفع التعليق بمجرد أنه يأكد اتحاد الكرة أن القيادة المعترف بها من الفيفا وإدارة الاتحاد وحساباته وقنواته المتوصل بها والتابعة لي رجعت مرة تانية تحت السيطرة كمان البي بي سي قالت أن ألاجري مدرب اليوفنتس الإيطالي دافع عن اللعب البرتغالي كريستان رونالدو المتهم باختصاب فتاة وأكد جهازيته للعودة للملاعب في المباراة اللي جاية أمام أودانيزي ألاجري قال أنه عارف رونالدو من ثلاث شهور وخلال 15 سنة من مصارو الكروي أثبت أنه هو شخص محترف جوه الملعب وبرى الملعب كمان وأنه هو صبور في كل الأزمات اللي بيمر بيها اليورو سبورت العربية قالت أن وسائل إعلام برازيلية قالت أن البرازيلي نيمارد سيلفا لعبري سان جرمان الفرنسي بيهدف لإتمام صفقة كبيرة لفريقه في الموسم القدم موسم الإنتعالات الشتوية القادم نيمار بيخطط للتعاقد مع متوسط نيدان منشستو يونيتد بالفاقبا مستغل انهيار العلاقة مع مدربه جوزي مورينيو وفقا للتقارير فإن نيمار عمل اتصالات بالفاقبا في سبتمبر اللي فات وحفوا على القدوم لفريسان جرمان على رغم طبعا من وصول العديد من العروض لللاعب وكان أبرزهم من يوفانتس هو برسلولا بنوصل سريعا معاكم لفاقرة السوشل ميديا اللي دايما بنتابع فيها أهم اللي نشر نجوم الرياضة على صفحاتهم رجعنا سريع نسل كاملين معاكم في قارتنا في كلام في الميديا وبينضمنا دلوقتي في الستوديو أستاذ محمد الدردير الناقض الرياضي في وكالة أنباء الشرق الأوسط مساء الخير عليكم مساء نور منوارنا النهاردة طبعا نهاردة عندنا كلمة عن الحاجات الكتير في الكورة طبعا بس في البداية كده خلني أقولك كل سنة ومتطيط طبعا من نسبة 6 أكتوبر طبعا كل سنة ومصر كلها بخير وذكرى عزيزة علينا كلنا كل سنة ومصر كلها بخير أهمة بقى الأحداث الكروية اللي حصلت النهاردة قرعة البطولة العربية شفت القرعة دي إزاي يمكن النهاردة القرعة شايفية متوازنة لحد كبير للنادي الأهلي هلعب فريق الوصل الإماراتي مباراة سهلية مش هتكون سهلة للنادي الأهلي فريق الوصل الفرق الكويسة والفرق الكبيرة يمكن هو الفريق الإماراتي الوحيد الموجود في البطولة لحد الوقت وإحنا شفنا برضو في الدور اللي فات أن فريق الوصل الإماراتي قدر يخرج فريق اتحاد جلد السعودي حقيقي وده دليل نفريق مش من الفرق السهلة صحيح وأكيد المباراة تبقى قوية بين الفرقتين صحيح طيب الكمان القرعة سريعا كده أصفرت عن وقوع نادي المريخ السوداني مع نادي اتحاد العاصمة الجزائري نادي النصر السعودي مع مولودات الجزائر نادي الأهلي المصري مع نادي الوصل الإماراتي نادي الوداد البيضاوي المغربي مع النجم السحري التونسي نادي الهيال السعودي مع نادي النفط العراقي نادي الإسماعيلي المصري مع نادي رجاء البيضاوي نادي الاتحاد السكندري مع نادي الزمالك المصري نادي وفاق سطيف الجزائري مع نادي الأهلي السعودي طبعا أنت كنت تقولي دلوقتي أن لقاء النادي الأهلي مع الوصل الإماراتي مش يكون لقاء سهل لأن في الموسم الماضي فاز نادي الواصل على التحاد جده السعودي طبعا نادي تحاد جده نادي كبير جدا أكيد في الدور اللي فات كان المباراة الأول في السعودية انتهد بالتعادل واحد-واحد ويمكن في مباراة العودة كانت التعادل السلبي والهدف اللي قدر يجيبه نادي الواصل الإماراتي في التحاد جده هو اللي أهلوا للدور اللي بعده يمكن نادي الأهلي مش غريب عليه اللعب في الإمارات تتعود الفترة الأخيرة أنه لعب مباراة كثيرة خاصة ممبارات صوبر ومممبارات أكثر ممبارات ودية الممبارات الزهر ستكون في القاهرية للاسنا لا تحددت مع avدها فإمتها بالظلط لسنت SIMP فرينا أسألك عن الأندير مصرية ومواجهتها في دور أبطال العرب أو الأندهية العربية النادي الأهلي ولا نادي الإسماعيلي ولا الاتحاد السكندري معادي الزمالك أي مواجهة هي هتكون الأصعب يمكن يعني إحنا للأسف النادي الاتحاد السكندري هل لعبوا فرقين مصريين مع بعض أكيد واحد منهم هايخ ستاني وكنناش نتمنى أن فرق المصري هتلعب مع لكن أعتقد أن الموارات الأصعب هتكون موارات الإسماعيلي والرجاء المغربي الفرقة كبيرة نياد الرجاء الشعبيته كبيرة جدا في المغرب إلى جانب قوة الفريق بيؤدي موارات قوية الموسم ده حتى في بطولة دور الأبطال أعتقد أن الموارات الإسماعيلي هتبقى أصعب موارات للفرق المصرية في البطولة العربية صحيح طيب عايز أسألك برضو عن تقييمك بشكل عام البطولة العربية حد دلوقتي يمكن البطولة العربية السنة دي فيها تمام كبير خاصة بعد زادة قيمة الجوائز بتاعتها خلق فيها نوع من المنافسة وخلق فرقة كبيرة وفرقة كتير عايزة تشارك وتاخد اللقب خاصة مع زي ما قلت أن العائد المادي والجوائز بتاعتها ارتفع بشكل كبير الموسم ده صحيح إلى جانب طبعا أن كل ما بنقرب من الأدوار الفرقة العربية الأقوى هي التي تظهر في البطولة كالنهاردة دور 16 فرقة كتير قوية في مواجهات قوية جدا في البطولة في منافسة كبيرة أعتقد أن السنة دي يبقى فيه منافسة أكبر ويبقى شكل البطولة أقوى من الموسم اللي تلعبت قبل كده شوفنا تصريحات كابتن محمد يوسف مدير الكورة في النادي الأهلي وهو بيتكلم عن لقاء القادم لنادي في البطولة العربية أو عن القرعة اللي أوقعت النادي الأهلي مع الوصل الإماراتي قال أن الوصل فريق عنيندو كبير لكن احنا بنسعى لتحقيق الفوز أكيد أكيد طبعا النادي الأهلي أي بطولة بيشارك فيها هدفه الأول اللي هو المشاركة الشرفية بالعكس النادي الأهلي أي بطولة بتحقيق اللقب زي ما قلت رحضرتك إنك المبارات الوصل مش هتكون مبارات سهلة على النادي الأهلي ولكن النادي الأهلي بالنجوم الموجودين فيه قادر أنه يحقق الفوز سواء في مبارات الزهب أو العودة والتأهل للدور الثاني من الوصولة صحيح طب لو اتكلمنا عن مشوار النادي الأهلي في البطولة العربية في الموسم الحلال لنادي الأهلي مجموعة اللقائين لمباراتين مع النجمة اللبنيني 4-0 شوفت قداء النادي الأهلي زي في البطولة دي أكيد النادي الأهلي شايفينه السنة دي عمل مبارات يمكن في المبارات الزهب ما كانش بالمستوى القوي اللي ظروف كتيرة كان غيابات عدد كبير من اللاعبين إصابات إجهاد من كتر المبارات اللي شارك فيها والبطولات لكن في مبارات العودة كانوا على قد المسئولية وقدموا مبارات قوية جدا وقدروا أنهم يجيبوا الفوز من لبنان بأربع أهداف فوز كبير وممكن كان عدد الأهداف يمكن يتضعها في المبارات دي أعتقد النادي الأهلي قادر أنه يروح بعيد في البطولة دي وينفس بقوة على الرخب بتاعه طيب لو سألتك عدد وقعاتك الشخصية من هيقدر أنه يحسم لقب البطولة دي في النصف الحالية يمكن صعب على المستوى الشخصي أن أقول أحد النادي بعينه وأنا أقول زي ما قلت أن البطولة السنة دي قوية جدا كل الفرق اللي دخل البطولة بهدف أنها تحرز اللقب صعب جدا أن إحنا أحدد فريق معين يقدر ياخذ البطولة وإن كان النادي الأهلي طبعا لازم يكون من المرشحين الأوائل لحظ اللقب ده في غيابات كتير جدا طبعا في صفوف النادي الأهلي شايف الغيابات دي ممكن تأثر عليه قد إيه سواء بقى طبعا في البطولة العربية أو الأفريقية أو كمان في لقاءاتنا في الدورة المصر الممتاز بسطن طبعا بكرة في لقاء أصاد الاتحاد السكندري في الدورة المصر الممتاز ممكن النادي الأهلي قدر أنه يشارك بطولات كتيرة في الموسم الواحد أربع بطولات وأكيد طبعا ده يأثر بشكل كبير بدنيا على اللعبين إلى جانب الإصابات غير العضلية الإصابات في الملاعب في الخشونة أو في أثناء المباريات نفسها ولكن النادي الأهلي عودنا أنه الأهلي بمعن حضر أي لعب يشارك في المباراة بيظهر بشكل كويس يقدر يعود الغيابات وإن كانت هناك بعض الغيابات المؤسرة ولكن قايمة النادي الأهلي في عدد كبير من اللعبين يقدر يعود الغيابات دي بشكل سواء في أي مركز هنلاقي ليه أكتر من بديل في النادي الأهلي صحيح هو هذا اللي بيعملوا كارترهم دائما بيلاقي بدايل وبيلاقي حلول طبعا للغيابات والإصابات اللي موجودة أكيد يمكن زي ما قلت حضرق قايمة النادي الأهلي غنية باللعبين على المستوى عالي يمكن أي لعب بديل بيكون على نفس مستوى اللعب الأساسي في الفريق وده بيسهل مهمة النادي الأهلي وإن كان الغيابات بتبقى بعض الأحيان مؤسرة ولكن النادي الأهلي في النهاية قادر أنه يحقق البطولات ويحقق الانتصارات المبارسة وفي كل البطولات بيشارك لو تكلمنا عن لقاء بكرة لقاء النادي الأهلي مع الاتحاد السكنداري في الدورة المصر هي الممتاز الاتحاد السكنداري غير المدرب بتاعه أو أدلوقتي كابتن حلم طلان هو المدير الفني للاتحاد السكنداري شايف خطورة الاتحاد السكنداري بكرة هتكون عاملة إزاي؟ وصد النادي الأهلي طبعا مع أن نحن حطين فحل حزبان الغيابات الكثيرة الموجودة يمكن النادي الاتحاد السكنداري إزل بعد تولي كابتن حلم الصنوان المصرية لأنه يحقق الفوز في آخر مباراة لعبها ده هيدي دفع معنوية كبيرة لعبية الاتحاد السكنداري لأنهما يوصلوا على الأقل لمسيرة الانتصارات دي وتحيينها تجي جابية قدام النادي الأهلي بكرة يمكن النادي الأهلي بواجه صعوبة في بعض الغيابات ولكن اللعبة الموجودة تقدر أنها تعود زملائها الغائبين ونادي الأهلي أعتقد أن يؤدي مباراة قوية بكرة خاصة أني في فترة أخيرة لعب في البطولة العربية وقبلها لعب في البطولة الأفريقية أعتقد أني عودته مرة أخرى للدوري كان ليه أكثر مباراة مؤجلة هيسعى للفوز والكابتن محمد يوسف قال كده النهاردة أنه بيسعى للفوز في كل المباراة اللي جاية وخاصة المباراة مؤجلة عشان يعتلي خمة الدوري أكيد زي كل سنة ويقدر يستعيد مكانه على الخمة نادي الأهلي وافق أن يدير اللقاء بكرة تقم تحكيم مصري ورفض أن يسند المباراة دي لتحكيم من شمال أفريقيا شفت الكلام ده إزاي والحقيقة كان النادي الأهلي في البداية طلب حكام أوروبيين لدارة مبارياته ولكن في حالة عدم موجود أو صعوبة توفير تقم تحكيم أوروبي أنا شايف أن التحكيم العربي بخير والتحكيم المصري بخير ستجيب حكم من شمال أفريقيا لا لو حكم مصري دولي أو لن يحكم مبارياتنا من المش محتاجين أن نجيب حكام من شمال أفريقيا لأنه طيبا نفس المستوى بس فين الحل بعد المشاكل اللي شفناها في لقاء النادي الأهلي مع الانتاج الحربي في الجولة الخمسة من الدوري المصري الممتاز كان فيه كوارث تحكمية فكان الطبيعي أن النادي الأهلي يطالب حكام أوروبيين هما ليديروا لقاءاته القادمة فما لأشغل من شمال أفريقيا فألأ أنا مش عايز حكاما شمال أفريقيا يعني إزايهم زاي المصريين بالظبط مش هيفرق وبعد كده الأوروبيين دول إحنا أكيد محتاجينهم في باقي مباريات الدوري أكيد هنحتاج بعض الحكام الأوروبيين خاصة في مباريات المهمة مباريات القمة في الدوري يمكن زي ما قلت الحضريك أن النادي الأهلي كان طالب حكام أوروبيين من قبل والاتحاد الكوري كان رض عليه أنه هيوفر ده يمكن ديق الوقت هو الأسر بشكل كبير أن النادي الأهلي ما عرفش يجب حكام من أوروبا في النهاية التحكم المصري أعتقد خاصة بعد الأخطاء الكتيرة شفناه في فترة أخيرة كان فيه دورات مكسفة الحكام لإعادة تأهيل الحكام ومناشية الأخطاء دي أعتقد أن لجمة الحكام بصدد أن هي تطوير التحكم في الفترة اللي جاي عشان ما تكررش أخذها دي تاني وممكن ندين فرصة لماشا الجاي ماشا للاتحاد هندي هيبان لأن كان فيه فعلا تطوير حصل أو لا بعد الكوارث التحكمية برضو بتاعت مباريات الإنتاج الحربي ونادي أهلي في الجولة الخمسة ندي الأهلي أصدر بيان وطلب فيه من اتحاد الكوري أن هم يستخدموا تقنية الفار أو تقنية الفيديو أو حكم الفيديو بعدها بفترة لقينا تحاد الكورة رد وقال أن فعلا هيكون فيه استخدام لتقنية الفيديو بداية إن شاء الله من الدور التاني وبعد ذلك قالوا بداية من المسم القادم شايف تقنية الفيديو دي هتحل أو هتساهم في حل مشاكل التحكيم قد إيه في الدوري المصري؟ أكيد هتساهم بشكل كبير بحل المشكلة التحكيمة يمكن هي تقنية الفيديو عايزة إمكانيات كبيرة سواء في الاستدوهات المتابعة المباريات أو التأهيل وتدريب الحكام عليها يمكن دلها خدوءة شوية هم كانوا يفكرون موضوع سهل في الأول أنه مجرد أنه كاميرا وهترائب المباريات لا الموضوع صعب إمكان أنا كنت في المنديال وشفت بشكل عملي التقنية بتتم إزاي ومكلفة جداً جداً عايزة استوديوهات مخصوصة وكاميرات مجمعين وقد لما تكلمنا كمان في الموضوع ده وكمان لما شفنا ردود كابتن عصامة عبدالفتاح قال إن لو هنطبق تقنية الفيديو أو تقنية البار فالطبيعي إنه هنطبقها على كل المباريات في الدوري المصري الممتاز مش على مباراة أو لفرق معينة دون الأخرى فقال إن في الحالة دي هنبقى محتاجين إنه نلعب ثلاث مباريات بس في اليوم الواحد أكيد زي ما قلت حضرتك يا عايزة إمكانيات كبيرة عايزة عربية استوديو مجهزة عدد معين من تقم التحكيم ده طبعاً كان بعد كلامه إنه يكون فيه ثلاث وحدات أو ثلاث عربية متنقلة بالضبط فإمكان بشكل جدول الدوري بالشكل الحالي هيبقى صعب جداً الموسم ده إنه نطبق التقنية دي في كل المباريات أكثر ترتيبات كتيرة جداً طبعاً كمان عشان جدول الموعيد أو تطقيطات المباريات طبعاً شيئاً فإنه يدفع أكثر من ثلاث مباريات في اليوم الواحد فده أكيد هيكون صعب وما ينفعش إن أنا يعني أطبق التقنية دي في مباريات ومباريات لا لا ينفعش لازم تطبق على كل المباريات يمكن ده من الدلت ده فرصة إنه الموسم الجاي يكون الحكام يتأهلوا وتدربوا على التقنية دي بشكل كويس وإنه يكون فيه شكل معين لجدول الدوري بعد تغييرات في الأجندة الدولية وفي شكل بطولات الكاف وتغييرات في توقيتها يمكن على الموسم الجاي لما تثبت الشكل البطولة والتوقيتات بتاعة بطولات القرية والبطولات المحلية هيبقى فيه تطبيق التقنية دي شفت إزاي الاتفاقية ما بين الحكام المصريين أو التحكيم المصري والتونسي أكيد طبعاً الشاف الاتفاقية دي مهمة للتحكيم المصري والتونسي من ناحية إنه فيه خاصات فيه موارات الجماهرية اللي بتشهد بعض الحساسية من التحكيم ممكن نستعين بينها من حكام الشمال أفريقيا أو هم يستعينوا بحكام مصريين تجربة ولازم قدرش نروحكم عليها غير لمصطبق في أكتر من مباراة نقدر نعرف هل التجربة دي نجحت ولا صحيح طيب بعدها نبقى عن الكوارث التحكيمية اللي طبعاً كلنا شفناها مش بس في اللقاء النادي الآية لكن في اللقاءات تانية كثير في الدولة المصري الممتاز عايزة أسألك برضو عن أبرز الزوار اللي شفتها أو تبعتها من خلال الموسم الحالي يمكن الموسم الحالي أهم ظاهرة فيه أني مفيش فريق صغير وفريق كبير على الرغم من التفاوت في الجدول الدورة لكن أعتقد أني فيه فرق ظهرت بشكل كويس كانت مفاجأة الموسم ده عملت نتائج كبيرة وفيه فرق كبيرة برضو ما ظهرتش بنفس المستوى اللي هي بتظهر بيه كل سنة شوفنا فريق النجوم فريق جونة عاملين نتائج كويسة الموسم ده بشكل كبير في الدولة الممتازة يمكن الإسماعيل يبعيد شوية الموسم ده النادي الأهلي عنده مغارات كتير مؤجلة ونقدرش نحكم غير لما يعني زيما الجازة فالنادي الأهلي أصروا أني اللعيبة لازم تكسب كل المغارات في الدولة اللي جاية والمغارات المؤجلة عشان يعتلي قمة بدري ويبقى هو متربع على عرش المسابقة بشكل مريح قبل بداية الدور التانية بعيدا نبقى عن الدور المصري ممتاز نروح للقاءات منتخبنا الوطني الأول في أمم أفريقي 2019 واللقاء القدم إن شاء الله وصوات سوازيلان شفت زي قيمة منتخبنا الوطني الأول طبعا ما زادتش عليها غير بس أحمد علي اللاعب المولين العرب وحارس مارمة سموحة محمد أبو كابل أنا شاف في النهاية أعتقد أن كان فيه لعيبة في النادي الأهلي تستحق أنها تكون موجودة طبعا وليس ريمان يعني مصر كلها تكلم زي ما بقاش في المنتخب الفترة دي وحمد فتحي وحمد فتحي طبعا وليد كمان بشكل أكبر عمل دور كبير جدا مع النادي الأهلي مستوى رائع في كل مبارات اللي تعب لحد الوقت في الأسستات في الأهداف اللي بيجيبها طبعا لو سألتك من وجهة نظرك وليد سليمان فضله إيه أو نقصه إيه عشان ينضمن المنتخب أعتقد أن وليد سليمان مش نقص حاجة أنا شاف أن وليد سليمان لازم يكون على رأس قائمة المنتخب في الفترة اللي جاية يعني لعب مهم جدا في النادي الأهلي هو اللي بيقدر يقود الفريق لتحقيق الإنصارات في عديد من المبارات لازم يكون على رأس قائمة فترة اللي حالي شايف مثلا الحجة ممكن تكون أن احنا بننزل بمعدل أعمار لعيبة منتخبنا الوطني أول عشان المنافسة في 2022 لكن حتى لو قلنا كده تم أحمد علي بردو هو فوق الثلاثين كبير في السنة هو يعني وعلى فكرة فكرة أنه كبير في السنة دي يعني أصاد اللي بيعملوا أو اللي بيقدموا في الموسم يعني مجرد رقم السن مجرد رقم في الحالة بالعكس والسن مش مؤثر بشكل كبير أهم حاجة عطاء اللعب في الملعب يعني مش مهم ممكن لعيب يكونكي معد التلاثين بكتير لكن هو بيلعب زي الشبف العشان صحيح كمان أنصر الخبرة مهم جدا لازم يكون موجود في المنتخب يعني ما فعلش برضو أخذوا القائمة كلها ناس أول مرة تلعب في المنتخب أكيد في مبورات كبيرة يمكن لحنا حد الوقت ما لعبناش فرق كبيرة قوية لحد ما في المنتخب فما لا قدرش مش عارفين نحكم على الاختيارات اللي اختروها لأن فينا احنا لعبنا والنيجر مش الفريق القوي اللي احنا نقدر نحكم على المنتخب صحيح طبعا بمستوى اللعب اللي فيه لازم يكون المنتخب يجمع بين الخبرة والشباب لازم يكون في لعبة خبرة في المنتخب سواء في السنة أو كانوا يشاركوا في المنتخب قبل كده هم اللي يقودوا اللعبة وهم اللي يبصوا فيهم الروح المعنوية ويقودون في الملعب ويقدروا حقاول انتصارات بشكل عام تقييمك إيه لأجاري والجهاز المعيوم أكيد لسه احنا نقدرش نقيومه في الفترة الحالية هو لسه لعب مباراة واحدة رسمية يمكن اختياراته هي اللي عليها بعض العلامات الاستفهام يمكن الفوز الأخير على النهجر خلى الناس ما تكلمتش على الاختارة بشكل بير يعني في النهاية متخم مصرح الفوز في المباراة صحيح لكن لسه في مباراة وبرضو متشين السوازلند مش هي الفريق القوي اللي احنا نقدر نحكم عليه أكيد أكيد لسه قدامنا مشوار طويل في التصفيات ومباراة كتيرة أكيد الفترة اللي جاية هنقدر نحكم بشكل قوي على الجهاز الفني المنتخم صحيح توقعتك ايه اللقاء القادم لو انتخبنا الوطني الأمر وصد السوازلند أكيد مباراة سهلة ممكن نفوز يعني بنتيجة كبيرة زي مباراة النايجر المفروض ان احنا نحن نصربوا بنتيجة كبيرة يفرق معنويا كمان مع العفل المنتخب قبل المباراة التونس الأخيرة لازم نركز بشكل قوي ان احنا نظهر بأداء كويس وان احنا في نفس الوقت نحرز اهداف كتيرة حتى اللاعب اللي زي ما احنا قلنا ما عندهمش خبرة كبيرة في المنتخب في المباراة السهلة دي يقدروا ياخدوا خبرة كبيرة فسواءا اداء قوي وتحيي انتصار كويس ان شاء الله اكيد نرجع مرة تانية للنادي الاهلي واللقاء القادم ان شاء الله في دوري ابطال افريقيا لقاءه القادم في ذهاب نص او في اياب نص نائي دوري ابطال افريقيا شايف اللقاء يكون عمل ازاي اكيد يمكن النادي الاهلي هنا انتصار بهدفين في مباراة الزهاب في القاهرة اعتقد ان المباراة العودة برضو مش هتكون سهلة لسه فيه تسعين ديئة في مباراة كاملة ممكن يحصل فيها اي حاجة اعتقد ان المباراة مش هتكون سهلة النادي الاهلي لازم على القل في بداية المباراة اول ربع ساعة يكون محافظة وقفل بشكل جيد ما يجيش فيه اهداف بدري واناك في النهاية الاهلي قادر ان يتأهل المباراة نهية ان شاء الله دوري ابطال افريقيا زي ما قلت ممكن صعبتم بباراة في الجزائر الاجواء الجماهرية واللعب هناك بيبقى صعب صعب شوية كمان اني جيلة صناعي اكيد هتأثر بشكل كبير على لعبة النادي الاهلي ولكن برضو احنا زي ما قلنا الاهلي عنده خبرات كبيرة لعبة شاركة في افريقيا على مدار السنوات الفاتحة تلعب في ملاعب طبيعي وملاعب صناعي اكيد النادي الاهلي هيقدر ان شاء الله يحاقل هناك على الاعل ما يخسرش ويتأهل المباراة النهية اكيد طبعا لو اسألتك برضو على تقيمك الوفاق صطيف شفتوا ازاي اصد النادي الاهلي في لقاء الدهاب يمكن فرق ووفاق صطيف من الفرق الجيدة جدا بلعب بشكل هتكتيكي حالي يمكن في موراة الزهب هنا قير النادي الاهلي يحرز هدفين في الشوت الاول يمكن هو ده الموت المباراة قدرنا ان احنا نقضي عليهم شفنا ان احنا في الشوت التاني فريق ووفاق صيف لما النادي الاهلي قال لي شوية بدنيا كان مسيطر بشكل كبير وهاجم النادي الاهلي وشكل خطورة كبيرة على مرة من النادي الاهلي لكن اعتقد اني هيكون اللعبه بشكل مختلف في المباراة العودة اكيد على ارضه هيهاجم بداية المباراة زي ما قلت المهمة في النادي الاهلي اني نقدر ندافع بشكل كويس وما يجيش في النادي الاهلي اهدف في بداية المباراة نقدر نتأهل المباراة صحيح طيب قبل ما نرجع نتكلم عن نادي الاهلي وعن لقاءه القدم في دوري ابطال افريقا تعالى الاول نروح لمرسلنا فاروق صلاح من مباراة فريق شباب النادي الاهلي 97 وصاد الانتاج الحربي المباراة الانتهد من نتيجة 4-1 لصالح النادي الاهلي اول فريق شباب النادي الاهلي 97 مساء الخير عليك يا فاروق مساء الخير عليك يا فاروق مساء نروح زميل اشكيمة تحيات لحضرتك ولكل مشاهدة ومتابعي شاشة قناة المباراة النادي الاهلي في كل مكان عايزين نعرف منك تفاصيل اكتر عن لقاء النهاردة لقاء النادي الاهلي موليد 97 فريق الشباب مع الانتاج الحربي اللقاء الانتهى زي ما قلنا بنتيجة 4 أهداف لصالح النادي الاهلي هي المباراة كانت ضمن فعاليات الاسبوع التادس لبطولة الجمهورية للشباب موليد 97 النادي الاهلي ادرد هو في الشوط الاولاني في اول نصف كاعة يحرز هدفين والهدفين من ركلات ثابتة عن طريق ركلة ركنية في جمل الفنية عملها الكابتن عادل عبد الرحمن نفسه النهاردة بالقام لعب النادي الاهلي ثم طريق الهدفين احرزهم النادي الاهلي كان عن طريق اللعبة محمد عبد المنعم واللعبة مصطفى عزت ثم في الشوط الثاني في بدايته بدأ طريق الانتاج الحربي ان هو ياخد المغادرة العجومية واضغط النادي الاهلي شوية ادر يحرز هدف وبدأ تدريجان ان هو يطمع في احراز هدف عدل لكن اللعبة النادي الاهلي كان ويعني ما شاء الله في الشوط الثاني كابتر عادل ادر ان هو يعمل تبديل للنادي الاهلي تقوى اللعبة الاهلي شوية ادر النادي الاهلي يحرز الهدف الثالث عن طريق مصطفى البادري ثم الهدف الرابع علشان النادي الاهلي يرفع رسيده للنقطة رقم 13 بيواصل لصدرته لدوري الجمهورية للشباب وايضا النادي الاهلي بيرفع رسيده للهدف رقم 17 اقوى حط هجوم و13 نقطة كالفريق الوحيد الذي لم يهزم حتى الان والفريق الوحيد امتى اللقاء القادم لا حاليا الفريق هيكون فترة توقف لمدة عشر ايام لانضمام اللاعبين للمنتخب الولمبي ومشاركة المنتخب الولمبي النهاردة الاشيء اللافت للنظر زميلة شيمة ان النادي الاهلي عنده تعدد في المحاور الهجومية يعني قدر النادي الاهلي يحرز اهداف مكورات كبتا قدر يحرز اهداف عن طريق ممكن تقولي مين النهاردة احرز الاربع اهداف للنادي الاهلي الهدف الاول احرازه اللعب محمد عبد المنام واان سقولك خباب اسم اللعب بالموليد لان فريس السبع 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 السبعين عندنا ف النادي الاهلي واضعي ابو الان من 20واح والعيبي من 있잖아요 جهب من الـ 1998 محمد عبد المنام و ça же уこん dit 见ارى قدر اوله ل ... موليد 99 اي مدفع بتقول م rése Strolls مدفع محمد عبد المنام من ضرب الرأس من راكلة الاربعوثي الهدف الثاني احرازه اللعب aspirater من راكلة والاكتونية ايضا ثم الهدف التالي أحرازه اللعب مصطفى البدري ومصطفى البدري واحد من اللعيبة المميزة بالناجي أهلي النهاردة كان لفت بالنظر ثم الهدف بالأخير أحرازه اللعب أحمد خالد كارلوس من تصويبة من خارج مطرة 18 تقلق بشدة في اللقاء النهاردة مصطفى البدري وتقلق محمد مصير وتقلق مصطفى شبير اللي كان يعني شاب أكثر من قرى مميزة النهاردة ووصل أداءه الجيد مع فريق الشباب النادي الأهلي صحيح طب لو سألتك يا فاروق عن من اللي انت شايفه ليه مستقبل كبير مع النادي الأهلي أو ممكن نشوفه قريب إن شاء الله يصعد للفريق الأول زميل الشيما خلينا أقول لها هذه النقطة مهمة جدا هو الكابتن عادل عبد الرحمن هزا الموسم غير تقافة اللعبين صحيح صحيح لأنك اللعيب على الطريق للفريق الأول فعندنا عندنا مصطفى شبير حدث مرمى ووحمد طريق سلماني الاتنين يكونوا خراش مرمى للنادي لعين الفترة القريبة في عرب بدر ده أصغر لعب بيكون في أرض الملعب عربي ده موليد موليد ألفين وواحد وفي لعب مع مرحلة سنية أكبر منه الثلاث سنين صحيح عربي لعبة التوسط عندنا بحمد عبد المناء مدافرة كويسة عندنا حمد حاتم الزهير لايسر عندنا كريم يحيى الزهير الأيمن نهاردة مصطفى البدري لعب لقاء من أفضل اللقاءات لعب محمد مصير يوسف علاء مصطفى عزت ومصطفى عزت اللعب هشان شعبان الكابتن عادل عبد الرحمن وفكرة أنه بيعمل فريق أمل للنادر أهلي أن لا يقل على ست سبع لعبين من فريق الشباب للنادر أهلي هيكونوا موجودين في فريق للنادر أهلي وفي نقطة مهمة جدا أيضا النهاردة الفرق اللي بتيجي تلعب للنادر أهلي وحضرتك زي ما حضرتك عارفة أن في فرق الجمهورية كل فريق بيحط لي أن هو يشارك ثلاث لعبين من الفريق الأول نهاردة نادر المتاجر حرج بلعب محمد مصعد وبلعب محمد مجد أولوش ولعب لعب محمود عادل ثمت لعبين من الفريق الأول النهاردة ما بيستعينش بأي لعب من الفريق الأول وعنده لعبة موجودين في الفريق الأول الفريق الأول أصلا ملاحق ده عنده أربع عنده أربع بطولاتهم لحق يا رب يلعب هنا هذه حالة الاتصال التي تبع بين الكابتن عادل والجاز الفن للنادر أهلي أنه يجهز لعبين نشوفه إن شاء الله في الفترة القادمة حبيبك عارفة ضغط المباريات وضغط البطولات في النادي الأهلي وطولة عربية وطولة أفريقية وأنا سامى حديث بتتكلم إن شاء الله على مصر وفاق ستيف إن شاء الله ربنا يكمل بالانتصار وعزيز أصمم يا رب إن شاء الله ومن خلال جمهوري النادي الأهلي أن كتاع نشئين من أهل بخير ومستقبل للنادي الأهلي بخير بأبناء وبنجوم كتاع نشئين في النادي الأهلي صحيح ونتمنى بإذن الله نحن نشوف نجوم بتسعد للفريق الأول تعود طبعا الفراغات اللي احنا محتاجين ومنبقاش محتاجين أبدا إن احنا نعمل صفقات خارجية تبقى عندنا مصنع للنجوم إن شاء الله يطلع من نشئين ومن فرق شباب النادي الأهلي بشكرك جدا فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي من لقاء النادي الأهلي والإنتاج الحربي لفريق الشباب مواريد 97 اللقاء إن انتهى لصالح النادي الأهلي بأربع أهداف الهدف واحد ونحن فريق الشباب ده يعني ما بيكسدش غير بالأربعة وبالخمسة لا ما شاء الله النادي الأهلي عنده قاعدة نشئين قوية جدا في اللوثم ده عمليه نتائج هيلة طبعا قوام المنتخبات سواء الشباب أو النشئين أو الأولين بيعتمد في الأساس على أبناء النادي الأهلي بيظهروا بمستوى مميز في كل البطولات إن شاء الله الفترة اللي جاء النادي الأهلي يقدر أنه زي ما حضرتك قلتي أنه يعتمد على أبنائهم من خطاع النشئين ويبقى الانتدابات والصفات وكان لنا لقاء عبر الهاتف مع كابتن عادل عبد الرحمن اتكلم فيه قد يعمل على قطة موازية لخطة كارتيرون عشان يقدر أنه يصعد عدد كبير جدا من فرق النشئين وفرق الشباب للفريق الأول عندنا في النادي الأهلي عشان يقدر يسند أي عجز ونبقاش محتاجين لصفقات مبر بالضبط ونشوف في الفترات اللي بقى فيه إصابات كتير أو بعض غيابات اللاعبين في المنتخبات ضمان منتخبات الفريق الأول بيصعد مجموعة من اللاعبين للشباب والنشئين يتضربوا مع الفريق الأول ده طبعا شيء كويس جدا عشان نكتسب الخبرات مع لعب الفريق الأول وبياخدوا زي ما قلت بياخدوا خبرة وفي نفس الوقت يحاولوا يندمجوا مع الفريق الأول ويعوضوا الغيابات دي أكيد ده شيء مهم جدا في الفترة اللي جاية هنا ده يعتمد على أبناء من قطع النشئين من المبارح للنهاردة حطينا سؤال على السوشل ميديا سألنا فيه جمهور نادي الأهلي برأيك هل تؤثر الغيابات على نادي الأهلي في المباراة مباراة غد إن شاء الله أصد الاتحاد السكندري في الدورة المصر سريعا كنا نشوف الجمهور قال لنا إيه من على الفيسبوك محمد عبد الرحمن قال لنا الغيابات لن تؤثر وبإذن الله الفوز للنادي الأهلي عماد لطفي بيقول الأهلي بمن حضر الأهلي فوق الجميع وسامة قال الغيابات مش هتأثر على نادي الأهلي ضد الاتحاد السكندري الأهلي بمن حضر وإن شاء الله هنكسب غدا العقيني بتقول إن شاء الله ما تأثرش والأهلي بمن حضر وكل لعبتنا نجوم وعلى قدر كبير من المسئولية والجدية والالتزام أحمد كمان بيقول أكيد الأهلي هيتأثر بسبب العناصر الأساسية بس إن شاء الله البديل هيكون عندها والبديل في الأهلي أساسي في فريق تاني عادل خطاب بيقول لا طبعا الأهلي ما بيتأثرش وما بيقفش على حد وإن شاء الله الأهلي هيكسب 3-0 عبد الحميد عطالة بيقول لن تؤثر الغيابات على الأهلي الأهلي بمن حضر وإن شاء الله فوز الأهلي غدا نريد يوسف بيقول الأهلي بمن حضر فوزي أحمد بيقول لن تؤثر على أداء الفريق وهنكسب 2-0 إسراء عاطف بتقول إن شاء الله مش هتأثر والأهلي بمن حضر كمان لتويتر تويتر هي ما بيقول مش كلها بس لأن الأهلي ما بيقفش على حد وربنا يوفقنا ونكسب الاتحاد الدوري أهلاوي أحمد إسماعيل بيقول إن شاء الله ما فيش تأثير على الفريق والفوز للأهلي والأهلي بمن حضر ولعيبة أهلي كلهم رجالة كالعادة أحمد عالي بيقول سوف تؤثر أكيد بس مش بشكل كبير دعاء الخضيري بتقول لا عمرهم الغيابات فتأثر في فريق سخرة بحجم النادي الأهلي لأن الأهلي بمن حضر سيد مرسي بيقول إن شاء الله ما يتأثرش الأهلي معودنا أن الغيابات ما بتأثرش فيه حمد حمزة بيقول الأهلي بمن حضر لعبتنا كلها رجالة وتحية خاصة لك يا شامي مشكورك جدا يا حمد كلك زوء فيفي بتقول إن شاء الله يفوز الأهلي 3-0 بمن حضر ردوة بتقول طبعا لا الأهلي بمن حضر أهلاوي واخفتخر بيقول آه ضمن نادي فركون لا يتأثر بغيابات الأهلي فوق الجميع محمود عبد عادر الديب آه بيقول الأهلي بمن حضر والأهلي فوق الجميع طبعا دي أراء جمهور النادي الأهلي طبعا جمهور النادي أهلي عنده تقبير جدا ففريقه وشايف إن الأهلي بمن حضر برغم طبعا كل الغيابات المؤثرة اللي موجودة في صفوفه أكيد طبعا إحنا زي ما قلت حضرتك إحنا شوفنا النادي الأهلي على رغم الغيابات بتبقى كبيرة في صفوفه وظروف مشاركته في أكتر من بطولة فوقت واحد ولكن في النهاية بيحقق الانتصار وبيحقق الفوس وكل بطولات في المبارك كل المباركات اللي بيشارك فيها وينفس بقوة على كل بطولات اللي بيشارك فيها زي ما قلت المباركة بكرة بيش هتكون سهلة على النادي الأهلي ولكن اللعيبة المتواجدين اللي هيعوضه إن شاء الله يعوضه غيابات زملائهم ويقدم مباراة قوية ويحقق الفوس بكرة إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله طب أخيرا الآن سنعود إلى دوري أبطال أفريقيا ولقاء النادي الأهلي القادم وصاد وفاقص طيب في إياب نص نهائي دوري أبطال أفريقيا غياب علي معلول هيا أثر إذاً على نقام يمكن للأسف علي معلول لعبها المؤثرين جداً في النادي الأهلي ولعب أساسي بلعب مع المتخد تونس بلعب مع النادي الأهلي أعتقد أني وجود أي من أشرف في النادي الأهلي هعوض في شكل كبير غياب علي معلول هو كان شارك برضو في الفترة في نفس هذا المركز أساس المركز الأساسي اللي هو يلعب الظاهر الأيصر بيشارك على مركز المساك في حالة يعني غياب لأوجود غيابات هارجع لمركز الأساسي اللي بيلعب بي أعتقد أني أي من أشرف قادر على تعويض غياب علي معلول في المباراة اللي جاية يمكن زي ما قلت لحضرك البديل بيكون على نفس مستوى اللعب الأساسي في النادي الأهلي ونتمنى إن شاء الله أن الأهلي حال نتيجة جميلة في الجزائر وتأهل مباراة النهية إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله فيه لقاء آخر لقاء الترجي وأول أغسطس توقعتك إيه اللقاء ده؟ يمكن إحنا شوفنا المباراة الزهاب كان أول أغسطس كان ضغط طوال المباراة وكان فيه بعض الهجمات المرتدة للترجي مباراة انتهت بفوز أول أغسطس بهدف نظيف فأعتقد أن نادي الترجي فريق كبير يقدر فورات العودة في تونس يعوض الهدف ده لأنه نتيجة 1-0 يعني 2-0 يتأهل للمباراة النهية برأيك بقى مين هيكون أو مين هيكونوا طرفين اللقاء النهائي؟ من تعليل النادي الأهلي والنادي الترجي هم المرشحين لتأهل المباراة النهية وهيبقى كلاسكو شمال أفريقيا بين الأهلي والترجي متعودين في السنوات الأخيرة وتبقى من أقل موارات الأهلي والترجي يمكن العودة لو مش يتأهل الترجي والأهلي النهاية يمكن العودة في أستاذ رادسو يمكن نادي الأهلي وش حلوه أستاذ رادسو يمكن نادي الأهلي حقيقي أستاذ محمد الدردير ناقد الرياضي في وكالة أنباء الشرق الأوسط نوارتنا النهاردة في كلام فيلميديا شكرا جزيلا على وجودك معنا شكرا على حسن المتابعة شوفكم بكرا إن شاء الله حلقة جديدة من كلام فيلميديا الساعة 5 مساء ويوم سعيد عليكم بإسم الله